لماذا حتى في التزوير رديئين رداءة فضيعة لماذا في الحقيقة لأنه في تأتيه الأوامر من أكثر من جهة اللجنة المستقلة هذه تيها الأوامر أكثر من جهة البلاد عندها أجنحة جناح الرئاسة والعلبة السوداء كما سموها في واحدة من بيانات وكالة الأنباء أنت على اللي يسموها وكالة الأنباء الجزائرية أي وكالة الأنباء العصابة وعندهم دياريس والدياريس دولة داخل الدولة كانت دائما هكذا وما تزال وراه يدرك بشكل أفضع وعندهم قيادة الأركان شنغريحة ومن حوله فعندك ثلاث جهات تفسيري مش معلومة هذه لكن تفسير ربما المعلومة تأتينا فيما هو قادم الأيام تفسيري أن جهة يا إما قيادة الأركان يا إما المخابرات كانت تريد للنسبة ما تتجاوز 30% نسبة المشارك لا تتجاوز 30% تكون في حدود 31-32% في أفضل حالات ما تتجاوز الثلث 33% وهذا كانت صرات مع أبو تفليقة بالمناسبة في 1999 إلى درجة أن أبو تفليقة آنذاك لما نسحبه الستة وكان هو باش يخرجوا الأرقام الحقيقية بتاع المشاركة قال لهم لو كانت تخرجوا الأرقام هذيك وما تعطونيش الرقم الفلاني رح ننسحب ما نوليش رايس فأخافوا لأن أبو تفليقة دارها لهم في 1994 كان باش يولي هو الرايس في 1994 وفي آخر لحظة اخذت طيارة ورح سويسرا لأنه كان شايف بلجية ما زالت خطيرة وممكنني جية توصل للسلطة فأهرب بالرغم من أنهم كانوا خلاص تفقوا معا في 1994 وكلش في 1999 لما نسحبوا الستة هذوك جاءوا على أساس أنهم يخرجوا الأرقام كما هي لما سمع هو قال لهم لو كما تعطونيش الرقم الفلاني والعادد الفلاني رح ننسحب أنا أيضا وروحوا شوفوا جيبوا رايس ما عندهم مش بطاعة الحال لأن الجميع كانوا نسحبوا الستة الآخرين كانوا نسحبوا فرفعوا للنسبة قناعتي أن هذا تكرر هذه المرة إذن إحنا نراجعين لواقعة تاريخية وقعت قبل 25 سنة في أفريل 99 وهو عندما هددهم بطفليقة بأنهم إذا لم يرفعوا نسبة المشاركة أنت الناس ليشاركوا لأننا في 99 لما الستة نسحبوا المشاركة كانت ميتة مع ذلك مشاركة 99 أكثر بكثير من هذه يعني أكثر بكثير من هذه على الأقل أنا ذاك كان شوية إعلامي يصور وشوية جرائد وشوية قنوات إلى آخره فقناعتي أن أجمع تبون تبون شخصين يقول لهم إذا تخرجوا النسبة هذه التع 30 ولا 31% لأن على الخمسة كانت 26% معنا على الثمانية رح يزغير شوية وهذه هي الحقيقة لأن الناس اللي راح ينتخب راح ينتخب قبل الخمسة أكيد يعني قلة قليلة اللي ممكن تنتخب بعد الخمسة الناس ما تنتخبش على الثمانية أصباح كما وروا لنا هذوك الجنود والعسكر والجدارمية اللي كانوا بينين شباب بتاع العشرينات والثلاثينات ما فيهم لا مرأة لا الشيخ لا واحد باللحية لا كانت فضيحة وهذه الرداءة واحدة أخر هذي أكثر من حياة الماعزة هذك اللي يصورها تعالفين رداءة ما عندهم مش حدود كانوا قادرين مثلا وهم يزورون يزورون يدخلوا خاصة عندهم الجواري اللي حطيناهم في الجيش وحطيناهم في الدارك يدخلوا معهم شوي ينسى يخلوا يجيبوا بعض الناس يقولوا لهم ربوا اللحية مدة أسبوع ولا عشرية يجيبوا ثلاثة ولا ربع يديروا لهم القنار ولا يديروا لهم الشاشية ولا يبانوا شوي أكبر لا كل الصور واضحة أنهم شباب طبعا هذا الكلام اللي يقولون هم بلاك في الانتخابات القادمة يتعلموا من هذا النصائح فجايبين كلها جايبينها بنفس الشكل لكن نتصور أن الناس اللي ينتخبوا في الغالب رح ينتخبوا ما بين العشرة والوحدة أو العشرة والزوج أو قول الربعة في الأماكن اللي ما فيهاش سخانة بالرغم أن هذه الأيام الحرارة الشديدة ورغم سقوط الأمطار وراهي فايضانات وكين حتى ما الناس ماتوا رحمهم الله في النعامة في التام الراس منشعر البشرار راهي البلاد غرقت إلى آخره إلى آخره فحتى هذه الفايضانات اللي هي فايضانات مدمرة يعني وكأنها مؤشر وكأنها مؤشر طبيعي إلهي على وشرح قادم للبلاد هذه لقدر الله مع هذا الحكم يعني لكن الرداء أنتاحهم والخلافات وجود أجنحة فقناعتي أن جمع التبون أو التبون شخصيا يقول لهم إلا ما ترفعوا ليش نسبة المشاركة نخليها لكم طبعاً يخليها لهم ويبقى لهم واحد إنتاع الإسلاميين المزورين أو واحد إتاع الاشتراكيين المزورين تعال أفافاس مزور والآخر مزور يعني لا يمثلون لا هذا يمثل الإسلاميين ولا هذا يمثل اليساريين أو العلمانيين المزورين يعني فيعودوا جاتهم الربكة جاهم القلق طلبوا من ما اي ارفع ارفع اقول اي اي الله اقول قال شي موش مسبوق معدل نسبة المشاركة الأولية لا تجدها في أي مكان في العالم هذه العبارة لا تجدها ومتلك يعني واضح أنه كان هو مش مامن واش راي يقول هو مش مصدق واش راي يقول يتأتأ ويتلكلك ويقول لهم وإن شاء الله زي تتحسن مننا الفجر وكان واحد مريض راح حكمته الحمة العشية ومن الفجر بلاك الحمة ترفع يعني الرداءة فهذه قناعتي تفسير كما قلت هذه مش معلومة هذا تفسير هذا تحليل نتيجة لما حدث في 99 حدث شيء مشابه وهو أنهم اضطروا أن يطلبوا قال لأن هذا القرار هو فيد المخابرات الداخلية تع ناصر الجابان واجمع شنغريح قرار فيدهم في اثنين هم اللي قروا حقيقة بعد ما يخضوا الأوامر من عن شنغريح فقالوا يا روح ارفعها يا الله واش الانتخابات السابقة انت عام 2019 تعال القايد صالح كانت نسبة المشاركة 39% وعطاوا منها إذا ذكرتي جيدة أنا ذاك 58% فيما بعد التبور والله أبو عز واسيني هو اللي أبو عز واسيني وجمعت القايد صالح رغم أن أبو عز واسيني كان يريد أن يمرر ميهوبي لكن في نهاية المطاف مروا مروا تبون كما هي أوامر القايد صالح لكن كانوا أذكى منهم يعني الجمع اللي خدموا مع القايد صالح المحيطين به بونويرا والمحيطين به كانوا أذكى بكثير منهم لأنهم داروا نسبة أقل من 40% الناس في الشارع المظاهرات والاحتجاجات نحن عارفين أنا ذاك النسبة متجاوزت 10% مرة أخرى وإذا قاعدت جاوزت تكون وصلت 12% في أفضل الحالات لكن عارفين لكن كانوا ذا أذكية أعطاوا لتبون 58% وقسموا هذه الأربعين بالمئة على السفهاء الأربع الآخرين على الخبثاء الأربع الآخرين منهم بن قرينا جاء الثاني ونشعة الثالثي للرابع والخمس إلى آخره لكن هذه المرة لا عندهم خلبطة في النسبة والكارثة أنهم لما جاءوا يعطوا الأرقام لقينا أن أكثر من 6 ملايين صوت ما عندهش مكان ما نشعر فيه راحت ما قالناش حتى أنها مثلاً أصوات بيضاء أصوات ملغات لأنه هو يعرف كي يقولها الناس يقولون ما لا الأصوات الملغات أكثر من الأصوات المعبر عنها هذه انتخابات ما قادش انتخابات هذه إذن ما هي النسبة الحقيقية اللي ولت ولت النسبة الحقيقية تدور في حدود 22% المعبر عنها أي أنه من 24 مليون فاصل اللي انتخبوا هما فقط 5 ملايين و600 ألف أي أنه أكثر من 18 مليون ونصف تقريباً 19 مليون من الذين هم موجودين في قوائم التصويت في قوائم الانتخاب لم ينتخبوا أرقامهم مرة أخرى نقول هذه أرقامهم اللي هي منفوخة مزورة يعني مضخمة ومع ذلك هذه أرقامهم علش علش ما قدروش يقدر واحد يقول لي لكن كانوا قادروا يحطوا على أي أرقام لا الدليل هم لما رفعوا النسبة إلى 48% حصلهم بعد ملقاوش كيفاش ينفخوها كثير فطروا أنهم يسكتوا على أكثر من 6 مليون صوت اللي هي ملغات بمعنى أنها ملغات هي ما كانش كاينة أصلا لأنه في الغالب في الانتخابات في الجزائر دائما الملغات الدور في حدود ما بين 10 إلى 20% من المعبر عنها يعني كي تكون خمسة مليون صوت في الغالب يكون خمسمائة ألف ملغة أو في حدود مليون في أسوأ الحالات لكن ما هيش يكون أكثر حوالي خمسة وخمسة وخمسة بالمية من الأصوات من الناس الذين صوتوا خمسة وخمسة بالمية ملغات ولم تبقى إلا خمسة وربعين بالمية اللي هي لما نحطوها مع النسبة الكاملة 24 مليون تولي في حدود 22% كارثة بالنسبة ليهم أي أنهم حتى وهم يزيفون ويزورون ما عرفوش يزوروا ولماذا ما نفخوش أكثر في هذه يعني الناس ما ذهبتش ما كانش ما كانش الناس اللي صورت اليوم ناس بعثين لسيدة بعثة قالت أنا أمامي مدرسة لم ترى إلا أربعة أشخاص قالت شافت ربع أشخاص تخلوا وطبعا تقدر تلقى في بلدية هنا أو في مكتب هنا تقدر تلقى مية مية وخمسين ميتين واحد خاصة إلا كانوا فيهم شوية جدارمية وشوية بوليسية بعثوهم سيفير أو شوية عسكر ممكن أو شوية شيوخة أو شوية عجائز ممكن لكن العزوف كان شاملا كان كاملا ولذلك غرقوا في الأرقام وما عرفوش كيفاش يتلعبوا بها لأن كما قلنا فيه أكثر من جهة وفيه أجنحة متشاكسة ومتصارحة